بالتأكيد عندنا قيمة الفريق طبعا عندنا مشكلة في الإصابات بعد إصابة علي معلول بتأتي إصابة محمود وحيد وكمان الإجهاد اللي وصل لأيمن أشرف فبقى عندنا مشكلة في قيمة الفريق لكن نقدر نستعرض قيمة الفريق اللي هتشارك بكرة إن شاء الله في مبارات الإسماعيلي اللي استعان بيتسو مسماني بتلت حراس مرمى عشان يكمل القيمة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير وطبعا خط الظهر بيعود إليه رام ربيع وسعد سمير بيعودوا للقيمة وطبعا الخبر الصار في القيمة دي اللي بيجي الجمهيري اللي هو عودة ناصر ماهر اللي هيبقى له دور كبير جدا فيه مع وجود مجد أفشا وطبعا رؤوس الحربة بالتالي وولتر بوليا وجونيور أجيو مروان محسن ومحمد شريف كلهم موجودين طبعا قيمة عندنا بعض النقص في بعض تحديدا مركز الباكل لفت لكن أكيد إن شاء الله لعبي النادي الأهلي هيكونوا قدرين على تخطي الموجهة اللي أنا من وجهة نظري صعبة جدا ولازم يكون تركيز لعبي النادي الأهلي بالتأكيد في مبارات الإسماعيلي لأن دي مباراة من ضمن المبارات أيا كان مستوى نادي الإسماعيلي أيا كان ترتيب النادي الإسماعيلي في جدول الدوري فهي مباراة دايما بتحمل الندية وبالتالي النادي الأهلي لازم يركز في مباراة دي عشان دي مباراة من ضمن مبارات هتعود بالنادي الأهلي لصدارة الدوري إن شاء الله وتكون دافع لمباراة فيتا المقبلة اللي هي بكل تأكيد هي عنق الزجاجة لتخطي المجموعة والصعود للدور التالي عندنا طبعا الكلام كتير جدا زي ما فارس كان بيقول عن مباراة فيتا كلوب اللي هي بالتأكيد اللي احنا وصلنا كتير جدا ولكن وصلنا ما تحققش الفرصة أو ما تترجمش الأهداف وهنا بعض الناس زي ما رصدنا الأراء بتلوم أحيانا المدير الفني والبعض الآخر بيلوم اللعب فقط لغير وفيه ناس بتقول طالما المدير الفني وصل للمرمى فهو عمل الدور اللي عليه أكيد هو عمل دور جيد جدا من الدور اللي عليه ولكن احنا عايزين دور الامتياز وهو فكرة التعامل مع الهجمات دي وتصحيح الأخطاء بالتدريب المنفرد للعابي الخط الأمامي أنا ممكن أقعد مع أولتر بواليا أدربه كتير وحطه في مواقف بيتم وضعه فيها في المباراة أكيد التمرين غير المباراة الرسمية ولكن في النهاية لازم ألعابه واحد على واحد لازم ألعاب له عرضيات كتير يتصرف فيها زي أحطه في مواقف مشابهة للي حصلت عشان يكون التصرف بشكل جيد ومش أولتر وبواليا وبس لا ده كل الخط الأمامي وده دور مهم جدا من أدوار المدير الفني وشوفنا يا فارس كتير جدا كان كابتن عماد متعب والكابتن محمد أبوتريكا والجيل ده بيقول ان ميستر مانو الجوزي كان بيقولهم على بعض التعليمات بعض التعليقات في إحراز الأهداف كرة جايلك من الزاوية تردها لنفس الزاوية فكل الكلام ده يقدر يشتغل عليه المدير الفني عشان يوصل لمرحلة يعني ينتقل مرحلة من جاي جدا لامتياز وترجم الفرص دي الأهداف